هاي القضية أعزائي قضية مرتبطة بنظرية المعرفة خلوا ذهنكم يم يا أعزائي خلوا ذهنكم يمي جداً وبشكل دقيق يوجد بحث مهم في نظرية المعرفة وهو أنه أي حقيقة من الحقائق أنا إنما أريد أن أفهمها لا أستطيع أن أرتبط بها بشكل مباشر وإنما أرتبط بها من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال الذهن أعزائي ولهذا أنت تقول عندي معلوم بالذات في المنطق ألم تقرأ؟ وعندك معلوم ماذا؟ بالعرض فإنت المعلوم بالعرض يعني الحقائق الخارجية من أقولهم حقائق خارجية يعني إما وجودات خارجية وإما الفاظ وإما ها؟ شنو؟ ها؟ أفعال أياً كانت؟ في النتيجة أنت هذا الذي تكلما انطبع من كلامه شيء في ذهنك وعند ذلك قلت أن فلان يريد ماذا؟ المعنى الكذا إذن يوجد توجد واسطة هذا في العلوم الحصولية هذا في العلوم الحضورية لها محلها في محلها توجد واسطة هذه الواسطة هي ماذا؟ هي الذهن هي الذهن أعزائي هي الذهن ولهذا عندك معلوم بالعرض في الخارج وعندك معلوم ماذا؟ بالذات في الذهن وأنت تتعرف على المعلوم بالعرض من خلال المعلوم ماذا؟ معلوم بالذات يعني الصورة المنعكسة في الذهن هنا يوجد سؤال في نظرية المعرفة وهو ما هو دور الذهن في عكسي وفي إيصال الحقائق إلينا؟ هل هو أمين أو ليس بأمين؟ ما معنى أمين أو ليس بأمين؟ خلوا ذهنكم ما معنى أمين؟ معنى أنه يقع فيه فعل انفعال ويعكس إلينا الحقيقة أو لا أصلا ليس له دور إلا ماذا؟ ها؟ إلا كالمرآة يعكس الحقيقة كما هي عليه في الواقع أيون منهم؟ شو تقوله؟ شنو؟ ليس أمين؟ أعوذ بالله لعدا على شنو تطمئن إلا أنت؟ يصير سبستائي يصير نسبي يصير تشكيكي يصير إلى آخرين مع الأسف الشديدة واقعنا أسنى تنتظر الحوزة علماء الحوزة أصلا ما أدري ملتفتين له ما ملتفتينه في العم الأغلب أنا أحملهم على حسن الظن ما ملتفتين أصلا وإلى هذه القضية لابد يحلوها أنه أنت عندما تنعكس يأتي يأتيك نص قرأ آه هذا النص أقرأ النص لماذا دا يفهم خمسة وخمسين نحو؟ وكلكم تعيشون قواعد اللغة العربية والناح والصرف وفي حوزة واحدة واحد يقول هذه الآية دال على نجاسة المشركين الآخر يقول لا تدل على جن إنما المشركون ماذا؟ نجسوا واحد يقول بعض أوضح من هذا أقول واحد يقول لا لا تدل لماذا؟ أين الإشكالية؟ والنص واحد له متعدد واحد لعدل اختلاف من أين دا يجي؟ هذا الاختلاف دا يجي من المعلومة بالذات يعني دا يجي ممن؟ من الذهن من الذهن إذن الذهن ما رد أقول خائن ولكن الذهن يتصرف أو لا يتصرف لا يمكنه خلق بنحو لا يمكنه أن لا يتصرف أصلاً خلق هذا الذهن مخلوق بنحو يستطيع أن لا يتصرف أو لا يستطيع لأنه إذا كان أتصرف الذهن من قبيل هذه النظارة شوفوا هذه النظارة أنا بإمكاني إذا كنت أرى أضعها أرى الأشياء كلها خضراء أستطيع ماذا أفعل؟ أقول حتى أتأكد أنه كل شيء أخضار لهذا من تصرف وشينو؟ النظارة ماذا أفعل؟ أخلق فأرى الأشياء ما بيني وبين الله؟ كلها خضراء إذن أقول هاي النظارة صادقة لو مصادقة صادقة أما إذا خلعتها ووجدت أنها لا الأمور صارت لوناً آخر إذن هذه كانت صادقة أو غير صادقة السؤال هنا وهو أن الذهن البشري قابل لأن يخلعه الإنسان لغير قابل الجواب أمر تكويني أمر تكويني وهذا ما يقول به جملة من علماء من الأعلام منهم شيخ المطهر تعالوا معنا إلى هذا مفيد هذا الكتاب هو الرجل المطالع وهو مفيد واقعا شناخت أذنزر قرآن معارف قرآن جلد أول أستاذ شهيد آيات الله مطهري انتشارات الصدراء تعالوا معنا إلى صفحة 130 يقول وجوها مشتركة آئين والذهن يقول أوجه التشابه بين المرآة وبين ماذا؟ وبين الذهن المرآة فيها فتخصوصية من أهم خصوصياتها أنها أيضا مو أمينة 100% المرآة أمينة لن مو أمينة ها؟ قد يتبادر إلى ذهنك أن المرآة ما هي أمينة تعكسه في الواقع لا مو هالشكل إذا كانت المرآة محدبة هالشكل ماذا تريك الصورة؟ ها؟ مستوية لو محدبة لذن أمينة لو مو أمينة؟ لا هي تابعة للشكل التي هي عليه إذا كانت مقعرة شو تريك الصورة؟ ها؟ تريك صورة مستوية أو مقعرة إذا كانت وسخة إذا إذا إلى ما شاء الله إذن المرآة بيني وبين الله تعكس الأمور على ما هي عليه ما هو الشيء عليه في الواقع لا على ما هو عليه ها؟ المرآة الشكل الذي هو عليه بالشكل الذي هو فإذا مستطيل المرآة صورتك يعكس لك يا شنو؟ إذا مربع وإنت شنو؟ إنت لا مستطيل لا مربع لا مقعر لا مدور ولكن هذا واقع وماذا؟ هذا واقع الوراء يقول ذهن إنسان هم شنينة؟ يعني كما أن الشكل المرآة وخصائص المرآة ولطافة المرآة وعدم لطافتها وبراقيتها وعدمها تؤثر على الصورة المنعكسة الذهن أيضا ماذا؟ هكذا هم شنينة يعني در حالة هاي الناصة في الذهن إنسان انعكاس أشياء در ذهن إنسان هم ناصة في واقع ميش واد؟ ما أدر واضحي ولا؟ ذهن إنسان أجر رنق خاص صيدا اشتباشا إدراكاته خدش همون رنق را مي دهد إذا كان الذهن متلونا متكونا تكوينا خاصا فيعكس لك الأشياء ماذا؟ شنو؟ بالتكوين الخاص ماذا؟ وهكذا أنا بيودي هذا البحث أعزائي وجوه مشتركة آئينة وذهن تطالعوه هسا بعد ذلك يقول وجوه اختلاف الذهن وآئينة انتوا هسا راجعوا بس هذا البحث أنا عندي مهم سؤال على هذا الأساس فإذا الشخص يعيش في حوزة كلها أبحاث فقهية ذهنه المتكون شي يصير ملا شنو؟ شي يصير؟ ذهن يؤثر أو لا يؤثر؟ وإقرار علماء الأصول ما يقولون يقول ينبغي على الإنسان أن لا يقرأ الفلسفة لماذا؟ لأنه يؤثر على عرفيته ما سامعي هاي الجملة؟ كم مرة سامع؟ ليش؟ لماذا؟ أنا أخذ ذهني مولانا أنا بيدي أخلع ماشا يقول لا مو بيديك لأنه هذه الطبيعة طبيعة الطبيعة التكوين يجعل الذهن متكونا بمرآة ونظارة خاصة وهم ينسون أنه بابا إذا كانت الفلسفة تكون الذهن بشكل خاص أخوة الفقه أن يكون الذهن ماذا؟ أخوة لماذا عد الذهن الفقه حجة ذهن الفلسفة محجة؟ هذا من أين جئتم به في نظرية المعرفة؟ هو مفترض الأصل الأصل كأصل موضوعي شنو مفترض؟ ها؟ ماذا مفترض؟ أن الذهن الفقهي هو المطابق للواقع وهذه واحدة من الأبحاث القيمة في العلوم الإنسانية الحديثة في نظرية المعرفة أنه أنت عندما واحد يريد يتكلم يتفت لي عزيزي وإن كان خارج من الباحث هاليوم لليوم الأول أقبلوا عرفت شو؟ عندما واحد يقول لك كلاماً يقولون قبل أن تنقض من أقولهم تنقض يعني تؤيد أو شنو؟ أو ترفض أولاً لابد أن تحدد الأصول الموضوعة التي دا ينطلق منها ما هي اللي إحنا عادةً ما نلتفت إلى الأصول الموضوعة هذا الذي يعبر عنه بالفارسية بيش فارزا بيش فارز يعني الأصول الموضوعة هذا أصل موضوع مفترض أن ما يفهمه الفقيه هو المطابق للواقع مع أنه هذا أول الكلام ومو أول الكلام هو من قال لك؟ من قال لك أن الفهم الفقيه أو الفهم الحرفي أو الفهم الفقيه للنص الديني هو الحج دعوا ذهنكم يومي جيد جداً إذا كان الأمر كذلك إذن مجموعة المباني والعقائد والعادات والتقاليد والثقافات هي التي تشكل وتكون ذهنية كل عالم ولهذا عند عبارة شيخ المطهر واللطيفة يقول أنت عندما تنظر إلى الفقيه تجده فارسياً تشم من فقه رائحة ماذا؟ الفارسياً وإذا كان عربياً تشم من فقه رائحة ماذا؟ العربية ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يتنصل من واقعه الفكري والثقافي والاجتماعي والعقدي والتربوي لا يمكنه تقول لي سيدنا العدل لا نستطيع أن نصيب الواقع أقول هي هاي التعزيل اللي احنا صارنا عشر سنواته نقرأها أنه لا طريق لأحد مننا إلى ماذا؟ إلى الواقع كل الذي عندنا ما هو؟ هذه المباني التي نملكها والحجة علينا هو الواقع لهذه المباني الحجة علينا هذه احنا ما عدنا طريق إلى الواقع من هنا